اشتركوا في القناة 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 الغضب عواقبه ومعالجته القسم الأول اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم اوصني قال عليه السلام لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وخرج الطبراني من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله دلني على عملي يدخلني الجنة قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب ولك الجنة وهناك روايات أخرى أن الرجل طلب من الرسول أن لا يكثر عليه بالوصية والرسول مرارا قال له لا تغضب On the authority of Abu Hurairah may God accept his deeds that a man said to the Prophet صلى الله عليه وسلم advise me the Prophet said do not get angry he repeated many times and the Prophet said do not get angry narrated by Al-Bukhari also الطبراني narrated via Abu الدرداء may Allah accept his deeds who said I said O Messenger of God guide me to a deed that will admit me into paradise the Prophet عليه الصلاة والسلام said do not get angry and paradise will be yours and there are other narrations of this hadith in which is mentioned that the man asked the Prophet عليه الصلاة والسلام to give him an advice without being a long one and many times the Prophet said do not get angry يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أنظارنا إلى رذيلة أخلاقية ألا وهي الغضب فالغضب من الرذائل الأخلاقية التي إذا تحكمت في نفوس الناس وتمكنت من مجتمعاتهم كان لها أسوأ الأثر في حياتهم ونتائج بشعة في تمزيق روابط المودة بينهم مجتمعاتهم whatever triggers this vice this anger so that one can guard against it and remove it from the heart if it is therein and also nullify it make it ineffective negate it إن قوة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب بطلب الانتقام وإنما تتوجه هذه القوة قوة الغضب عند ثورانها إلى دفع إلى إبعاد إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعها أي بعد أن تحصل المؤذيات الإنسان الذي يغضب يريد أن يتشفى وينتقم ممن آباه والانتقام قوة هذه القوة وشهواتها وفيه لذتها ولا تسكن إلا به تحصل المؤذيات ومن آباه ومن آباه ومن آباه ومن آباه ومن آباه this intensity of anger does not subside except by it except by you know revenge ثم إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث من الإفراط والتفريط والاعتدال أما الإفراط فهو أن تغلب هذه الصفة أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج صاحبها عن سياسة الدين والعقل ولا يبقى للمرء معها بصيرة ولا اختيار بل بل يصير في حالة المضطر وهذه الصفة صفة الإفراط يعني الزيادة في الغضب وهذه الصفة تكون إما مجبولة مع خلق الإنسان أو يكتسبها بمعاشرة من يفتخر بجهله ويفتخر بفقده أعصابه عند مضايقته فهذا إما أن تكون فيه خلقا مجبولة وإما أن يكتسبها بمعاشرة هؤلاء الذين يفتخرون يقول أنا عندما أغضب أفقد أعصابي وأفعل وأفعل فيفتخر بجهله فهذا لما يعاشر هؤلاء الناس يتصف بصفاتهم من الإثراط في الغضب وهو كما سيأتي مذموم هذا الأمر مذموم ومن أثار الغضب ومن أثر الغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف وخروج لانفعال عن الترتيب والنظام والضراب والضراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد على الأشداق على الحناكين وتحمر الأحداق وتستحيل الخلقة تستحيل يعني تتحول تتغير إلى إلى شكل قبيح فإذن هذا أثر الغضب على ظاهر الإنسان إذن إن نظرت إلى الغضب إلى الغضبان تراه هكذا لون محمر وأطرافه ترتعد ترتجف وانفعاله ليس فيه أي نظام وكلامه فيه اضطراب وترى الزبد على حنكه مثلا عينه حمراء وهكذا خلقته تحولت استحالت ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته يعني لو نظر في المرآة أو أخذ صورة لنفسه في حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته وقبح باطنه وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره فإن الظاهر عنوان الباطل عنوان الباطن يقول كل كل كأس تنضح بما فيها تنضح تنضح بشكل أفضل the ugliness of his exterior for the exterior is the epitome epitome or representative of the interior so they say every you know like cup just gives out what it has in it the contents of the cup shows show up وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام لما يكون الشخص غضبان يعني غضبه كبير زائد هذا ما يحصل يشتم يمين وشمال ويأتي بالفاحش من الكلام وأخطر ما يقال عندئذن الكفر والعياذ بالله وكذا الطلاق وغيره مما يستحيي منه قائله ويستعيذ عند فتور غضبه لما يهدأ الشخص يقول كيف قلت هذا والعياذ بالله يستحيي مما قال ويستعيذ يقول أعوذ بالله كيف قلت هذا as for its effect on the tongue this excessive anger on the tongue it is its launch of insults and obscenity statements person is very angry then starts you know cussing you know right and left and he may say obscene words the most dangerous thing that is said at that time is blasphemy we seek refuge with Allah from it as well as divorce divorcing his wife and other things from which the one who says it is ashamed and seeks refuge with Allah when his anger subsides when the person goes down calms down he says أعوذ بالله I ask Allah's protection how did I say these words he's ashamed and وأما أثره في الأعضاء فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح عند التمكن من غير مبالاة فإن هرب منه المغضوب عليه فالحقد والحسد وإضمار السوء والشماتة وهدك الستر والاستهزاء وغير ذلك من القبائح فهذه ثمارة الغضب المفرطة والشيطان يلعب بالغضبان كما يلعب الطفل بالكرة يوجهها كيف يشاء الطفل لما يلعب بالكرة يرميها في اتجاهات مختلفة فهكذا الشيطان يعمل يلعب بالغضبان بالذي غضبه مفرط as for its effects on the body this excessive anger they are beating assaulting tearing apart killing and wounding when able without deference means without care without regard to what one is doing if the person with whom one is anger flees then hatred envy malice gloating defilement mockery and other abominations will transpire all of these will come because a person could not get you know you know revenge or could not hurt the one who hurt him this is the fruit of excessive anger and satan please the devil plays with the angry person as a child plays with the ball directing it as he wishes so the satan will play with the angry person just like the baby the child kicks the ball you know and he gets right up and down and so he becomes under the control of satan the angry person وأما التفريط فإذا ذكرنا الشخص الذي غضبه زائد الآن الذي يفرط يعني فلا غضب عنده بالمرة أو ضعيف وأما التفريط فبفقد هذه القوة أو ضعفها وذلك مذنون وهو الذي يقال فيه إنه لا حمية له ومن فقد هذه الحمية أصلا فهو ناقص جدا فقد وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة والحمية بالشدة والحمية يعني الله يمدحهم فقال تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي داهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فإذن الله أمر الرسول أن يغلظ على الكفار فإنما الشدة كما في الآياء شداء على الكفار والغلظة واغلظ على المنافقين والكفار وإنما الشدة والغلظة من آثار قوة الحمية والغضب as for negligence it is the loss of this intensity or its weakness and this is blameworthy we already talked about excessive anger now we're talking about the one who either has no anger at all or his anger is weak and both are blameworthy just like the excessive anger is blameworthy such a person is referred to as he has no fervor has no vehemence whoever loses this fervor this zeal this strong emotion totally is very deficient the Almighty Allah described the companions of the Prophet praising them with severity and fervor he revealed Al-Fatih 12 that means and those with him means those companions with the Prophet are severe against the unbelievers merciful among themselves and he Allah said to his Prophet in Al-Tahrim 9 that means O Prophet struggle against the unbelievers and the hypocrites and be stern upon them so indeed severity and sternness among are among the effects of the intensity of fervor and anger so unless a person has this fervor and anger he would not be following you know doing what Allah is saying that they are severe and they are stern and they are 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 ليس فيها صيانة فهو لا يغار على ذلك لا لا يتحرك لا يغضب قال عليه الصلاة والسلام إن سعدا لغيور وأنا أغير من سعد سعد رواه وإنما خلقت الغير الخلقت وإنما لحفظ الآنساب لحفظ الآنساب كما يحصل في هذه الأيام الشخص لا يهتم إن جامعة زوجته غيره من الرجال أو أخته أو غير ذلك يقول لهم الحرية في التصرف كما يريد يريدن وإنما خلقت الغيرة لحفظ الأنساب ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها ومن ثمرتها رؤية المنكرات يعني من ثمرة الحمية الضعيفة وهو مذموم رؤية المنكرات والسكوت عنها مع القدرة على تغيرها As for the fruit of a weak fervor it is the lack of proud rejection of what is reprehensible such as the meddling with sanctities meddling with people or things that are with people that are inviolable that must not be violated the person does not care about meddling with them and the wife the person sees his wife or his sister having relations illegal relations with other with men and they don't care so such as meddling with the sanctities and the wife bearing with humiliation from the ignoble people who are low and base and this person just bears with their humiliating oneself self-abasement and despicability person bears with all of that this is also blameworthy as one of its fruits is not being jealous over or for the sanctities like one's own honor which is unmanliness so the man acts like as if he's a female instead of act as a man who cares for the honor of his own women his own mom and his wife and his sister and so on the prophet alayhi salatu was salam said indeed Sa'd is jealous and I am more jealous than Sa'd narrated by Muslim via Abu Huraira Sa'd here refers to Sa'd ibn Ubadah from Al-Ansar he's the chief of Al-Ansar of Al-Khazraj so the prophet is praising Sa'd for being jealous over his own wife and so on and the prophet is saying he is more jealous than Sa'd and maybe insha'Allah in the future we could give more details about this hadith which has a continuation indeed jealousy was created to preserve lineages if people were tolerant of that means they don't care about what happens they're not jealous the lineages would mix just like is happening in this world women and men you know just sleep with anyone else have intercourse with different people and then you don't know whose child it is like in Europe almost half people are coming without wedding without marriage the children are born out of wedlock that is why it was said every nation where jealousy is instilled in its men so every nation where jealousy is instilled in its men honor preservation is instilled instilled in its women so when the men are jealous the women are careful about protecting themselves keeping themselves clean clean means you know not commit zina fornication also its effect includes observing silence means bad effect of having weak fervor is includes observing silence upon seeing evil deeds while able to change them in فقد الغضب مذموم والإفراط في الغضب مذموم يعني هذا طرف لا غضب بالمرة أو زيادة إفراط في الغضب كله مذموم وإنما المحمود منه غضب ينتظر إشارة العقل والدين فينبعث يعني هذا الغضب فينبعث حيث تجب الحمية وينطفئ حيث يحسن الحلم وحفظه على حد الاعتدال أن يحافظ أن يكون غضبه معتدلا هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده وهو الوسط الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله خير الأمور أوساطها رواه البيهقي مرسلا يعني أن لا يكون غضب بالمرة أو أن يكون غضب كثير زائد كلاهما مذموم الوسط أن يكون الغضب تابعا لما يقوله الشرع ويقوله العقل السليم هذا هو الممدوح is the uprightness with which God has charged his slaves and it is the mediation the middle ground that the messenger صلى الله عليه وسلم described in his saying the best of things are their media media here is the plural of medium mediums if you want so the best of the things are the middle parts of the ones that are in the middle median if you want so it's between you know being having no anger at all and being excessively anger albayhaqee narrated this hadith Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah Oh Allah enrich us with knowledge decorate us with forbearance honor us with piety and beautify us with wellness wallahu jalla wa azza a'lam the sublime and glorious Allah knows best insha'Allah nukmilu fil marratil qadima la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim mm mm اشتركوا في القناة